رخصت وزارة الإسكان لتسعة وأربعين شركة ومؤسسة للبيع على الخارطة في مختلف المناطق والمحافظات من أجل بيع آلاف الوحدات السكانية على الراغبين في الحصول على السكن بشكل منظم ومراقب من الوزارة تحتوي المشروعات المرخصة على 31.398 وحدة سكانية سواء فلل أو شقق ويهدف المشروع إلى حفظ تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك وكذلك رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشروعات العقارية وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية ووضعت وزارة الإسكان عشرة شروط للتحكم في البيع على الخارطة وطالبت بعدم السماح بأي تلاعب نهائيا في تلك الشروط